إلى هذه القاعة لا يزال قادة ميليشيا الحجد يمدون بأعينهم حيث ينتظرون بصبر الانتخابات المزمع عقدها في شهر أيار القادم انتخابات يقول مؤيدها من الميليشيات إن نجاحهم فيها سيضمنونهم نفوذا هائلا وسيتمكنون من تشريع القوانين والاعتراض على الاتفاقية الدولية وصياغة علاقات العراق الخارجية وتنقل تسريبات عن فوضية الانتخابات تسجيل 19 تحالفا وأكثر من 200 حزب نحو 20 منها تتبع لميليشيات أبرزها كتلة بدر بزعمة هادي العامري وصادقون التابعة للعصائب فضلا عن مشاركة ممثلين عن حزب الله في العراق وميليشيات تابعة لحزبي الدعوة والمجلس العلى مشاركة حذرة تتجنب على أقل تقدير في الوقت الحالي أي صدام مع رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي يريد الإفاء بالتزاماته لأوروبا لنزع سلاح الميليشيات ففرض شروط مقايضة لمشاركتهم بالانتخابات وهو أمر سارع مقترض الصدر لدعوة أنصاره إليه بينما توجه أوس الخفاجي زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس لوضع فصيله تحت إمرة العبادي في مبادرة قال إنها تأتي ضمن عملية حصر السلاح بيد الدولة بالمقابل يكشف القيادي في حزب الدعوة علي العلاق عن وجود تفاهمات حول مشاركة الحجد بالانتخابات من شأنها أن تخلق حالة من الرضا بين الأطراف جميعها أما عن هذه التفاهمات فيبدو أنها بدأت تتجلى بحل وسط انقسمت فيها ميليشيا الحجد إلى جناحين سياسيا يتهيأ للدخول في العملية السياسية وجناح آخر مسلح تكون طاعته لقيادته العسكرية المتمثلة بأبو مهدي المهندس الذي يتلقى وامره مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي حل يعني بشكل أو بآخر أن يكون النظام الحاكم في العراق نسخة لا تختلف بشيء عن النظام الإيراني فالحجد سيمثل نسخة عن الحرس الثوري والقيادة السياسية ستكون بيد حزب الدعوة أما المكونات الأخرى فهي مجرد التفاصيل التكميلية للصورة التي يريدونها على الديمقراطية المزعومة في العراق